عقد رئيس هزب الاتحاد الوطني من أجل التغيير في تشاد حسن إيسى عقد مؤتمر صحفيا أطلق من خلاله نشاطات الحزب للعامة الجديدة 2017 وكان ذلك بحضور رئيس الحزب ومناظري ومناظلات الحزب إبراهيم محمد موسى في إطار الأنشطة التي يقدمها حزب الاتحاد الوطني من أجل التغيير في تشاد يجيء هذا المؤتمر الصحفي بمثابة انطلاقة الأنشطة الحزب للعام 2017 في كلمته رئيس الحزب آدم حسن عيسى هناء مناظل الحزب والأمة الشادية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2017 أن يكون عام خير ورحمة وبركة وتطرق فيه إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة وتدعياتها والبحث عن الحلول الناجعة للخروج منها مؤكداً وقوف الحزب مع كل عملية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وأقدم الصحفيون أسئلة خلال المؤتمر فرد عليها رئيس الحزب وفي نفس السياق قدم التهاني لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد موضحاً بأن فوز موسى فكي يعد فخراً للشاديين أجمع كما حيى الروح الوطنية التي تحلى بها الشاديون في استقبال موسى فكي محمد أثناء عودته إلى البلاد وننوه إلى أن الحزب يساند ما من شأنه تقدم البلاد إلى الازدهار والتطور في كل الميادين